السلام عليكم اهلا بكم طريقة فك حذر الرسائل والمكالمات على الماسنجر بعث لي احد الاشخاص انه هو فك الحذر ومع ذلك المشكلة لسه مستمرة هنشوف النهاردة طريقة فك الحذر بطريقة فعالة ومن خلال الاعدادات بنروح للثلاث شرطات اللي في الاعلى وبعد كده بنضغط على علامة ترس الاعدادات وبعدين بننزل على الخصوصية والسلامة وعلى فكرة الطريقة دي تنفع حتى لو انت نسيت الشخص اللي انت عمل له حذر وبعدين بنروح للحسابات المحذورة وبعدين بيكون عندك هنا الحسابات اللي انت ضغط عليها وحذرتها بتضغط على الاسم وبعدين تضغط على الغاء حذر الرسائل والمكالمات زي ما احنا شايفين الغاء حذر الرسائل والمكالمات وده طبعا افضل من انك تروح تدخل على المحادثة نفسها وتلغي الحذر من الاسفل دي الطريقة الفعالة يارب يكون الشرح افادكم ترجمة نانسي قنقر